الأنظمة بتخشى من الانتخابات يعني النهاردة في مدخل الدكتور أيمان سمير قال إنه الزيارات المتكررة لوفد الكونجرس ورئيس المنطقة القيادة المركزية في أمريكا وكل المسؤولين من مستويات رفيعة في الحكم في أمريكا بتيجي عشان عندها أمل تخلص الحرب دي عشان الانتخابات التمهيدية لأن بايدن أسهمه نزلت جدا وبيستسمر ده دونالد ترامب فقد يعود بقوة بسبب ضعف أداء بايدن في العموم وما زاد عليه أداءه في هذه الحرب أما ناخد الموضوع من ناحية أخرى وهو رأيي نتنياه إن الحرب مستمرة حتى إبادة قطاع غزة الحرب مستمرة ولا يسمح بعودة المهجرين من شمال غزة إليها مرة أخرى الحرب مستمرة حتى يستطيع إعادة المستوطنين اللي هما هاجروا غلاف مستوطنة غلاف غزة الحرب مستمرة يبهنة الحرب مستمرة من الذي يتخذ هذا القرار نتنياه على أي شيء يعتمد هو يعتمد اعتمادا كليا على الإدارة الأمريكية سواء كانت الإدارة الأمريكية بايدن أو غيره فهم لا يستطعون التخلي أبدا عن مين؟ عن إسرائيل آه يعني حديدك تقصد أن حتى لو دونالد ترامب جيه عادي جدا برضو حيكون استخدم الورقة دي ضد بايدن لكن هو مع إسرائيل من الذي يستخدم حق الفيتو ضد إسرائيل؟ أمريكا طبعا هي أمريكا لكن مش منظور أبدا أنه يتغير الرأي السياسة الأمريكيين في هذه القضايا أنا أعتقد وأنا قلتها حتى بعد قبل كده في كذا لقاء أنه السياسة الأمريكية هي المشجع الرئيسي لإسرائيل مهما تغير الرؤساء الوزراء الأشخاص طب خليها روح بقى لقضية بتاعة جنوب أفريقيا إيه تفاصيلها وإيه اللي ممكن يجنى منها خصوصا أنه أفتيك الرئيس محكمة العدل الدولية عمل زيارة لغزة وقال أن ده ممكن يرفع فيه قضايا جنائية لأن دي مظاهر إبادة جماعية وكذلك أمين عام الأمم المتحدة سكرتير العام واكد حضرتك محكمة العدل الدولية في لهاي هي محكمة تحكم في النزاعات مجين الدولي زي ما احنا شفنا موضوع طابق محكمة العدل الدولية لا استئنافة لحكمها ولكن هنركز على ولكن تقدرة هذا هي لا تستطيع أن تطبق لأنها ليس لديها الآلية في تنفيذ ما تحكم به مش زي الفصل السابع بتاع مجلس الأمن كده بعين حضرتك تعالى كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها الأمم المتحدة هل تستطيع أن تنفذ قرارا واحدا ضد إسرائيل عندنا ثلاث قرارات لم تستطع أن تنفذ أي شيء هنا ايه موضوع جنوب ممكن تتراجع وتقول أننا تفهمت غلطه والسياق تم اجتزاؤه علشان المندوب بتاع إسرائيل قال يستحصن تستقيل حضرتك الأمم المتحدة زي جمع الدول العربية زي غيرها من الأمم كلها عبارة عن مسميات ولكن لا تستطيع أن تنفذ ما تقول حضرتك جنوب أفريقيا معها أربع دول كلهم قدموا نفس الشكوى أن إسرائيل مين الدول الثانية في جيبوتي في جزر القمر آه في أفريقيا بانجلاديش كذا بوليفيا آه طب ده بوليفيا في أمريكا الجنوبية وبانجلاديش في أسيا يعني يعني خمس دول آه كل هذه الدول هل هل يعني سهل طبعا وجود أدلة على الإبادة هي الأدلة موجودة آه هي الأدلة آه يعني كويس أنه الإعلام العرب بدأ أنه ينقل وبدأ يخاطب وبدأ يخاطب الرأي العام صحيح الخاص بالشعوب آه دول العالم كلها ترجمة نانسي قنقر